هذا موضوع طبعا نجيب له لأننا في قلب هذا الموضوع بالنفط وبالموارد وبسلوكنا فنحن بالمناسبة يعني النفط كسلعة استراتيجية لنا دور أول في العالم وأستشهد في الفترة الأخيرة لما خفضت المملكة كل دول العالم دول التي تنتج النفط خفضت مع المملكة إذن هي قائدة لسبب رئيسي أن النفط تعتريه أزمات كسوق لوحدة وكسوق مرتبط بالأسواق الأخرى والأزمات الدولية والمملكة من سنوات طويلة جدا لها هدف مختلف عن الآخرين هدف استقرار سوق النفط حتى لو كان سعره ليس بما نرغب لكن هدفنا الاستقرار لأننا نحن في السوق نحن الأقوى نحن المستفيدين الأكثر ونحن الأطول بعدا في الزمن بعد أن ينظم مثل ما نظف فيه دول معينة النفط كانوا سريعين يريدون أسعارا عالية لأنه ما يملكوهم النفط كان قليلا ويريدون في المدى القصير وكان يعني كما نعرف بعض الثوريين هنا وهناك في الدول المنتجة للنفط كانوا يأخذون على المملكة أنها معتدلة في الأسعار وأنها تراعي المستهلكين وتراعي العالم كله لأن هذه سلعة استراتيجية العالم كله الغني والفقير والدول المتقدمة هو الدول التي في طور النمو والدول الراكدة هذه كلها تحتاج النفط في حياتها ويتأثرون فيها فإذا أنت عملت بسياساتك بعيد عن هذا الجاذب ليس فيه من الرش شيء وليس فيه من قيمنا نحن وشيء للمملكة مع أن نحن أيضا ترى هذه ليست قيمة أخلاقية لعل فيها إن شاء الله القيمة الأخلاقية لكن مصلحتنا على المحق نحن وهذه من أهم ما أورد في الرؤية ومن أهم ما فيه سياساتنا أن مصلحتنا هي الأولى لم نعد نجامل ولا نساير ولا يهمنا إلا ما فيه مصلحتنا وإلا ما فيه مصلحة العالم فدورنا أيضا في الجانب هذا في الأزمات الدولية وكذا ممكن أن نستدعي أمرين أو في 2008 يعني وأيضا أزمات التضخم في العالم عندما المملكة بدورها في سوق النفط هي تخف التضخم لأنه هو عنصر رئيسي النفط عنصر رئيسي في مجموعة الأسار التي تشكل معدل نفط فإذا اعتدل اعتدلت الأشياء الأخرى ومدفوعات النفط أيضا وكذا وكان لها دور وثبت أن أحيانا العالم خاصة العالم الغريبي وخاصة ولا تتحدث تطلب من المملكة سياسات معينة خاصة زيادة الإنتاج أو تقليل من السعر وكذا والمملكة لأنها تعرف وتدرك ولها تجربة طويلة في أسواق النفط فلذلك لا تساير ولا توافق هذه وثبت أخيرا لو أننا يعني سايرنا أو طاوعنا ما تقول الولايات المتحدة في عز ارتفاع أسعار النفط قبل فترة ربما أن الأسعار ليست حتى بهذا وأيضا لو سمحنا لكل من هو في السوق أن خاصة يعني عضاء أوبك وأبك أوبك بلس مع ذلك لها أسماء معي المجموعة اللي خارج أوبك خاصة روسيا لو ترك لهم المجال وكذا خاصة في الأزمات الحرب في أوكرانيا الصراع اللي بدأ الآن استجد حرب أكثر من باردة ما بين روسيا والصين والولايات المتحدة لو سمح لهم أن يخنقوا الاقتصاد الغربي ربما لخنقوه ولو سمح لأمريكا أن تتدخل في أسواق النفط في قرارات أصدقاء أمريكا لنا علاقة معها أمريكا علاقة استراتيجية من الدرجة الأولى ولا نريد أن نكون حتى في الطرف المحايد نحن مع المعسكر الناجح في الاقتصاد وهو المعسكر الغربي ولا نخفي ذلك على مدى سنوات طويلة جدا لأننا علاقات استراتيجية لكن علاقات مستقلة علاقات مبنية على المصلحة فلو سمح لهؤلاء سواء صداقتنا مع أمريكا أو علاقاتنا المستجدة الآن مع الدول الكبيرة يسمونها بريكس الآن خاصة الصين وروسيا ربما سوق النفط لم يكن بهذا الاستقرار ولا تأثرنا نحن ولا تأثر العالم تأثرا سلبيا فثبت أن سياساتنا في النفط على مدى 30 و40 سنة ويمكن 50 سنة من إنشاء أوبك بالذات من إنشاء أوبك إلى الآن السياسات الأكثر نجاعة في مواجهة الأزمات الدولية وهذا شيء يحسب للمملكة العربية السوالية أعود إلى المواطنة الاقتصادية يعني الأزمات الدولية موضوع طويل وعريض وربما هناك من هو أفضل مني في استعراض الأزمات لكن طبعا نحن بالمناسبة عضويتنا في المؤسسات الدولية الاقتصادية عضوية مميزة ودائما نحرص أن نمثل من هو غائبا عن هذه خاصة المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية المجموعة الأفريقية الدول النامة نحن سياستنا ودورنا في هذه المنظمة الدولية كان مراعاة لهذه الدول يعني كأننا لسانهم إذا لم يكن لهم لسان فصندوق النقد الدولي طبعا نحن عضاء فيه ومؤسسين مثل ما نحن مؤسسين في الأمم والتحدة وهو المؤسسة الدولية المهتمة بالعملات والمدفوعات وكذا فمنذ إنشاءه ودعم عندما صار هناك أزمات في المدفوعات مع النفط والتفاع أسعار النفط والغرب يتكلم عن البترو دولرز وأشياء والعملات وأسعارها دعم في عز أزمات النفط الأولى في السبعينات أنا أذكر بأربع فيه سهام المملكة فيه رأس ما للصندوق بأربع مليارات فكان دور مهم جدا ويعني حتى الدول الغربية عندما تساهم ولكن كذا تأخذ مقابلها أشياء نحن ساهمنا لدعم الصندوق ودعم المدفوعات على المستوى الدولي نظام المدفوعات أيضا البنك الدولي ومساهمتنا فيه المنظمة التجارة الدولية والأهم من هذا كله هو دورنا في العشرين ومنظمة العشرين الجي تونتي هذه منظمة للدوق للاقتصادات الكبرى ونحن اقتصاد كبير وإن شاء الله الآن نتجاوز الإشكالات التي كانت تواجهنا فيه في الأمر الذي تحدثت عنه وهو العتاق من أسر النفط كمصدر داخل رئيس هو لا يزال رئيس ويستمر معنا لكن نحن ننمي المصادر الأخرى بشكل لم يسبق له مثيل والآن صندوق الاستثمارات العامة يعني يعمل مستحيل هذا في الجي تونتي نحن لسان الدول الأخرى الغائب عن الجي تونتي نحن لسان هذه الدول فهذه المنظمات ودور المملكة فيها هذا دور مهم جدا نستشعر أن نحن كسعوديين فترتفع رؤوسنا عاليا ونعرف أن نعمل ذلك لمصلحة المصلحة العرب والمسلمين هناك جانب آخر أريد أن أتطرق إليه وهو أين كنا وأين أصبحنا من الزاوية الاقتصادية وما هو دورنا في هذه المرحلة طبعا هناك ما يسمى بالمنحة السكانية أو شيء لا أعرف تعبيه حتى بالإنجليزي المقصود فيها أن نسبة الشباب في لاحظة من اللحظات وفي بعض المنظور الاقتصادي القاصر أنهم عبء على الاقتصاد لأنهم ما في شك نسبة منهم لا تزال غير منتجة وتستهلك ولا تنتج لهم الأعمار الصغيرة لكن الأعمار الكبيرة هذولا وهو سيل متدفق يعني من صغيرة يصبح كبير بعد فترة فهذا السيل متدفق يعني هم ثروة كبيرة جدا وهدية من رب العالمين هدية يعني أن لديك طاقة بشرية منتجة السؤال كيف نفتح الأفاق لهذه أريد أن قبل أن نعود لها مرة أخرى أريد أن أعرج على تاريخنا الاقتصادي يعني في الحديث ليس يعني الحديث نسبيا نحن بدأنا من ما تحت الكفاف اقتصاد الكفاف يعني الغني هو من يملك مزرعة مثلا أو محل صغير البيع والشراء في الأسواق التي لا تفتح في أسبوع يوما أو يومين أو صاحب عشر من العبل أو مئة من الغنم أو هذا يعتبر غني في وقت وأغلب الناس بسطة يعيشون يوما اليوم حتى بدأ الاستقرار الأمني والسياسي وتكوين المملكة العربية السعودية وأتكلم من الأربعين طبعا نفط اكتشف عام 38 ولم ميلادي اللي هو 68 هجري من القرن الماضي ولم يعني يستمر طبعا قطع عشاء الحرب لفترات تأثر وصار هناك شكالات اقتصادية في المملكة بعد استقرارها أصبح الملك عبد العيز هو مسؤول عن هذا الوطن الكبير جدا وأصبح هناك بدايات الجيش بدايات الحكومة بدايات في كل أنحاء المملكة العربية السعودية ورمزها البسيط هو أمير المنطقة والقاضي وربما أعيان تلك المنطقة هم رمز الحكومة ومثلوا الملك عبد العيز في تلك المنطقة لكن عام 45 بدأ النفط يعود وإن كانت عقود النفط الأولى عقود مجخفة لكن يعني في وقتها مستمر ممكن عشر سنواتها وخمسة عشر سنة الأمور تتحسن ولكن تدريجيا ميزانة الدولة ضعيفة ويعني لكن الناس بدأوا بدأ في حراك اقتصادي بدأت في أسواق بدأت المدن تتكون بدأت يعني النشاط والوظائف الحكومية تزداد نوعا ما حتى وصلنا إلى السبعينات الميلادية أو التسعينات الهجرية والأمور تتحسن لكن ليست بالدرجة التي نريدها الرواتب قليلة والوظائف قليلة وموارد الدخل محدودة جدا لكن في التسعينات مع الثورة النفطية أو الثورة يعني الطفرة في أسعار النفط القفزة في فترة قصيرة جدا مع حرب 73 ميلادي مع الكيار الصهيوني صار لها أثر وتأثر فتراكمت عندها الثروات وأن يكون بدأت تخطيط قبلها بسنتين أو ثلاثة الدولة كان عندها وفورات مالية وبدأت تخطيط لكن في منتصر الخطة صار تغيير كبير جدا ثم بدأت تخطيط الخمسي وهذه حوالي 40-50 سنة من تخطيط الذي تحدثنا عنه وهذا كان فيه نجاحات كبيرة جدا الحمد لله ونحن أتكلم عن جيلي ومن بعدي نحن يعني ما نستفاد من تلك المرحلة ونحن يعني نتاج تلك المرحلة ويعني في الخدمات الرئيسية ثم بدأت الرؤية لمرحلة أخرى طبعا في مراحل متعددة وأزمات متعددة أزمة مالية عام 77 هجري 57 استمرت سنة ثلاثة الريال ضعف وكذا واهتزت وصار انهيار بنكي وفي بعض الأمور وأمور معينة حتى استعادت الدولة الزمام والملك فيصل رحمة الله عليه كان لها دور وجاء من المستشارين رأسهم الاقتصادي الباكستان مشهور لرأس موسى النقد وكان توقيع على الريال السعودي لفترة معينة وربما كان مفروض يجل ستة أشهر أو سنة أو سنتين جلس يمكن بقية حياته معنا واستعادت دولة حيويتها والاقتصاد بدأ أنمو والخدمات والبنية الأساسية تكونت الآن نحن في خاصة في مرحات الشباب والشباب الآن قد لا يدركون تلك المراحل ولا يثمنونها ولا يثمنون بلدهم ولما كانت المواطنة الحقة هو أن تعرف نفسك وتعرف وطنك وأن تقوم بأعلى دور ممكن حتى العمل الخيري نعتبر أنه عمل خيري وصدقة وكذا لكن هذا العمل الخيري ربما أنه أحد رموز المواطن الحق وكل عمل منتج في أي مكان هو المواطن الحق يعني كلما كنت منتجا كلما كنت مساهما ومواطنا صالحا كلما قمت بدورك يعني في موقعك بكل المعاني ويعني المسئولية طبعا المواطن المسئولية والمواطن مسئول عن نفسه وعن من يعيلهم المواطن هنا نتكلم مثل ما قلنا أنه فروق فيه القادر فيه غير القادر فيه البالغ فيه غير البالغ فيه المكلف فيه غير مكلف هو الإنسان نتكلم عن الإنسان المكلف أنه يدرك ويهتم ويجب أن يكون في جوهر المواطنة في جوهر السباق لنكون رموزا متعددة في الوطنية الحق السلام عليكم ورحمة الله